موسيقى هل تم الاستقرار على تحويل هيئة الاستاد إلى قرية أولمبية؟ هو طبعا فيه دراسة بتعمل دلوقتي وعلى أساسية الوزير الأستاذ العامري وكان فيه اجتماعات مع فعلا وزارة الاستثمار تطوير شكل الهيئة ككل وازاي ان هيبقى تكون في المسابقة الوحدة اقتصادية تقدر ان هي توفر مصرفات على الدولة وازاي ان احنا نحط صورة لتطوير منشآت الهيئة وتطوير العمل علشان تضاهي اي مكان علامي لان احنا مصر مش قليلة والهيئة السيدة القاهرة مش قليلة وان شاء الله ده يكون بالخير على كل الناس اللي موجودة سواء اللي بيشتغلوا في الهيئة او لجمهور اللي بيتعامل مع هيئة السيدة القاهرة وان شاء الله يكون مسمها المتبنى مدينة القاهرة الرئيضية او كيروس بورس سيتي دكتور هل الهدف من تحويل السيدة القاهرة الى قرية اولمبية هو هدف استثمار بحث؟ والله هو مزيج من الاتنين يعني احنا ده الهدف الموجود هو مش بياخطو او بينحو نحو الاستثمار عشان يغفل الرياضة لأحنا في الاصل مؤسسة رياضية قومية او فيها منشآت قومية رياضية وده بيخدم الاهداف والالتحادات وكل حاجة ما هو مرتبط بمصر كرياضة وفي نفس الوقت لازم يبقى شيء العبء على الدولة من المصرفات وشيء العبء التطوير وده اللي هيخدمه الجانب الاستثماري يعني الاستثماري مش هيضع الرياضة والرياضة جزء من الاستثماري كيف سيخرج استاذ القاهرة الدولي من عباقة الحكومة؟ انه يحاول الهيئة اقتصادية مستقلة وده بتدير ذاتها بشكل او اخر لكن بعد الدراسة اللي موجودة حاليا او بتعمل حاليا شايف ان الفكرة ستلقى قبول من الحكومة المصرية؟ والله طالما في الظروف الاقتصادية الحالية اي مؤسسة بتفكر ان هي تقلل العبء على الحكومة في ظل الفترات اللي جاية وفي ظل العلامات الكبيرة الاقتصادية هيكون حاجة ما حدش هيقول لقا فيها هل تم الانتهاء من ازمة مستحقات الاستاذ القاهرة لدى الزمالك والاهلي والاتحاد المصري لكرة القدم؟ بص حالك ومستحقات من فترة طويلة فعلا فيها مؤسسات او بعض المؤسسات اللي موجودة احنا بدورنا بنمشي مستنادي وبنخاطب الجهات ديت وبنتفع على ان هو بقدر الامكانيات ان يكون في جدولة لهذه المدونية ويكون في طريقة بشكل او اخر للمدفوعات بالفعل مع مؤسسة مؤسسة الهرم بدأت ان يبقى فيه جزء جابر الدفع اتحادوا كرة وعدونا وبعتولنا فاكسات ان هم فعلا هيدفعوا جزء من المدونية ويجادوله الاخر الاهلي والزمالك طلبوا شوية اوراق ان احنا تواريخها وارقامها وبعتناها ومفروض ان هم يردوا علينا في قرب وقت فعلا ان هو هيقدروا يعني ندفعوا ديته بعملة ازاي ولا ضرر ولا ضرر برضو لان احنا جاء حكومية لها الهيئات الرقابية بتاعتها وفي نفس الوقت مع العامل الاقتصادي اللي موجود لكن لازم بقى فيه لغة تحوار موجود